فهمنا في أول وما تجي تخش ضرب يومين الثلاثة باتخش احنا باتوا باليومين وذيذيين باتوا هنا وعندنا مشكلة باش يخدموننا هذا المشكل يكون عندنا دوك كبير فهكذا هو الحال قبلة مخازن تجميع الحبوب في ولاية ميلا بسبب التأخر المسجل في المشروع الأضخم ببلدية تاجنانت والمتوقفة به الأشغال منذ عدة سنوات شغل المخزن سنوات من كلام المسؤولين بعد أن أصبح واحدا من أكبر الملفات المدعة بأدراجهم بينما يواجه صغار الفلاحين الصعاب يوميا عندنا أمل كبير في إنجاز هذا المخزن لأنه سوف يكون سند كبير لمنتجي تلك المنطقة من الولايات في مجال تجميع الحبوب ما يخفى لكمش بالولايات ميلا هذا العام بلغ إنتاجها إنتاج نقض نقول تقريبا قياسي لحد اليوم فقد بلغ الإنتاج أكثر من مليون وثمانمائة ألف قنطار تم تجميعها بالمخازن العمومية أو المؤجرة من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة رغم قابلية استغلال تلك الأموال من قبل الوزارة الوصية في تفعيل هذا المشروع النائم